في تغطياتنا الخاصة الاستباقية للانتخابات الأمريكية ينضم إلينا من واشنطن السيد ساجد طرار جمهوري ناشط من حملة مسلمون لترامب والدكتور حسين إبيش ديمقراطي باحث من معهد الخليج للدراسات أهلا وسهلا بكم معنا في برنامج اليوم البداية معك سيد ساجد ما الذي دفعكم لدعم المرشح دونالد ترامب سأجيب أولا بالقول السلام عليكم وعلى المشاهدين وشكرا على استضافتي سأجيب بجزئين أنا أعتقد أن هناك أمريكيون أصيبوا بالإحباط من سياسات واشنطن وأنا طالب للعلوم السياسية ودرست العلوم السياسية طوال حياتي وذهبت مرتين لكلية الحقوق أولا لأول مرة في تاريخ الحزب الجمهوري وأنا لا أتحدث فقط عن ترامب هناك مرشح يمول حملته وهو ضد المؤسسة السياسية وهو قائد حدد العناصر المتشددة على أنها تهديد لأنه في السنوات الأخيرة في أنا لا أتفق مع سياسات أوباما مثل الرعاية الصحية ولا الأجندة الخاصة بتشريع بعض المحضورات وزواج المثليين هناك أشياء تتعلق بتوجهات البلاد أنا لا أتفق معها نحن نحتاج إلى قائد قوي ليس هنا فقط وإنما في كل أنحاء العالم هناك سياسة واحدة في السنوات الثمانية الماضية وأنا أصيبت بخيبة أمل لهذا أدعم ترامب طيب وأنتقل هنا إليك أستاذ حسين بالسؤال نفسه ما الذي دفعك إلى تأييد حملة المرشحة هيلاري كلينتون في هذه الحالة تقريبا المسألة هي دالة على الشعور الفضيع الذي أشعر به تجاه ترامب إنه محتال إنه غير مؤهل لهذه الوظيفة وليست لديه أي معرفة أو خبرة أو مواقف سياسية متماسكة الموضوع الرئيسي له هو الهجرة بالأمس ذهب إلى المكسيك وأعطانا شخصية واحدة احتضنا المكسيكيين وكان لطيفا وكان خاشعا أمام الرئيس المكسيكي ثم جاء بعد ساعات إلى أمريكا وقام بعمل مظاهرة كراهية في أمريكا تحفل بالعنصرية وهذا شيء سخيف الهجرة غير الشرعية هو يقول أنها ستنهي كل الإجرام والمجرمين سيختفون في اليوم الذي يتوج فيه هو يقول أشياء مثل الجريمة ستنتهي والقتل سينتهي إذا تخب هذا شيء سخيف وأنا أشعر بالدهشة أن أي شخص جاد وبإرادته الحرة يقوم بتأييد السيد ترامب أفهم أن يؤيده نتيجة لمصلحته الخاصة أو لأسباب تخدمه شخصيا لأنه سيحصل على مكاسب شخصية أو جمهوريون يخشون أنهم سيعاقبون إذا لم يدعموه أنا أفهم كل هذا ولكن ما لا أفهمه هو أن هناك شخص ذكي وجاد ينظر على السيد ترامب وبدون هذا المنظور ذو المصلحة الشخصية لا يمكن لهذا الشخص أن يكون الرئيس الأمريكي أنا لا أفهم هذا أنا لم أرى ظاهرة مثل هذه في حياتي أنا لم أرى أبدا أي شخص يخوض الانتخابات كمرشح رئيسي ولا يمكن أن نفكر فيه أبدا كرئيس أمريكي ليس أمامي أي خيار عدى تأييد السيدة هيلاري كليندون ولكن نعم لماذا برأيك العديد من الأشخاص غير متحمسين لترشيح كليندون نعم هناك سبب جيد هي عملت بالجد لخلق هذه الفجوة في الثقة مع الجمهور الأمريكي من المنصف أن نقول أنها تصرفت لسنوات وعلى أساس أن معايير السياسة لا تنطبق عليها هذا ليس سخيفا مثل السيد ترامب وخداعه وأكاذيبه ورفضه مثلا أن ينشر إقراراته الضريبية ولكن هناك شيء غامض بالنسبة للمعاملات أولا هي أخطأت في التعامل مع موضوع البريد الإلكتروني ومن الواضح السيد كومي من مكتب التحقيقات الفيدرالي قال أنه كان تصرفا متهورا وإجاباتها لم تكن أمينة لم تقبل اللوم ولم تعتذر بشكل صحيح ومستمرة في القول أن الـ FBI قالت أنها كانت تقول الحقيقة بشأن البريد الإلكتروني وهذا غير صحيح هي لم تقل الحقيقة ما قالها الـ FBI أنه لا يمكن أن تكون هناك قضية جنائية لأن النية لم تكن متوفرة النية الإجرامية لم تكن متوفرة لا سمحت لي سيد حسين لأننا محكومون بالوقت هنا دعني أنتقل مرة أخرى إلى سيد ساجد سريعا يعني برأيك سيد ساجد ما هي قراءتكم لربما لما ستكون عليه رئاسة دونالد ترامب أولا أود أن أضحض وأن أرد على بعض المسائل التي أثارها الطرف الآخر نعم هيلاري كلينتون لديها الكثير من الخبرة دعني أقول لك هي بدأت في دراسة السياسة والديمقراطية وعندما كانت في السابعة عشر من عمرها وأيضا بدأت من أو أحد عشر في المائة من الأمريكيين الآن لديهم ثقة في الكونغرس هؤلاء الناس لا يجب أن يأتوا إلى واشنطن لقد جعلوا هذا مهنة السياسة أصبحت مهنة لهم السياسة هي خدمة عمومية هيلاري كلينتون لم تولد أي وظيفة في حياتها والسيد ولم توظف أو تفصل أي شخص أنا أعرف المخاوف لديهم لأن دونالد ترامب هو سيعيد كتابة الديمقراطية والحزب الجمهوري هذه أو هؤلاء السياسيين التقليديين سياساتهم أصبحت سرطانا بالنسبة لديمقراطية وواشنطن أصبحت نادي للرجل الغني لقد بضروا ستين مليار دولار في الشهر الماضي قد تبدو رضا من الانتخابات الرئاسية لهذا العام أنها خلقت أمريكيتين مختلفتين هل تشاطر هذا الرأي؟ أمريكيتين؟ لا، هذه الانتخابات لم تخلق أمريكيتين أوباما هو الذي خلق الأمريكيتين انظري على آخر سنتين أو ثلاثة كان هناك اختلافات وكانت هناك مظاهرات وكانت هناك عمال سهب ونهب في شيكاغو المدينة التي جاء منها براك أوباما لا يمكن أن يصلح أحوال مدينته شيكاغو كيف يمكن أن يصلح هذه البلاد ويجهزها لهيلاري كلينتون الرئيس الكوبي لم يذهب إلى لقائه وأيضا ذهب إلى السعودية ولم يستقبله الملك لقد حاليا أجندة أوباما ليست السياسة الخارجية الشرق الأوسط يحترق وقد جزينا لك من واشنطن سيد ساجد طرار جمهوري ناشط من حملة مسلمون لترامب وسيد حسين إبيش الدموقراطي باحث من معهد الخليج للدراسات شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم